وبتكون خارج التوقعات دكتور أحمد صح مباراة طبعا خارج التوقعات ومباراة صعبة أوعى حد يفتكر أن ينادي الزمالك أنه عشان بيمره مش في أحسن أحواله أنه الماتش سهل لا الماتش صعب والماتشات النهائية ديت يعني لسه كنا بنشوف ماتش الستي واليونيتد من بيرح والأول مبيرح الستي كان هيخسر يعني الستي أعلى من يونيتد بكتير يونيتد تقدم في بداية المباراة طبعا الستي قدر يرجح في الشروط الثاني وثلاثة جوان بس الكورة مفهاش أن أنا أروح أن أنا أبقى متأكد أن أنا كسبان ما فيش الكلام ده خاصة أنه ده ماتش نهائي ممكن فرقة تلعب تقفل تلعب على دار باروكنية تجيب جون وتقفل طول الماتش فأولا المباراة دي خارج التوقعات نادي الزمالك كمان بيمر تعتبر حالته أحسن شوية من الفترات السابقة بعد التدعمات اللي جابوها في يناير فيه فني فيه استقرار فني فيه تدعمات في يناير فيه تدعمات أنا بيشوف آه حالة النادي الأهلي أحسن والنادي الأهلي يعتبر من وجهة نظر أقوى فرق بس لازم برضو تروح عامل ألف حساب وده اللي احنا هنحاول نقوله دلوقتي أنه نحاول نحط نفسنا كده مكان كولر ونحاول ندور على جوزي جو ميز ده المدرب بتاع الزمالك ده بيفكر ازاي لعب ثلاث ماتشاط طب هيبدأ ازاي قدامنا طب طريقة لعبه عامل ازاي طب مين اللي هيبدأ ايمين وإيه الاحتمالات الموجودة مين اللي هيبدأ ناحية الشمال ده إحنا هنعمل كده هنحاول ندور في دماغ فكر جوزي جو ميز فعشان كده نشاف أن المباراة كمان صعبة في احتمالات أنت الأوراق بتاعت الزمالك فيه أوراق أساسية وفيه أوراق ممكن يلعبك بيها طب إيه الشكل ممكن يبتدي به جو ميز في مباراة لأهل القادم دي خاصة أن دي أول مباراة لديربي أهلي وزمالك طبعا كانت أول مباراة لكولر كانت أهلي وزمالك كانت في الإمارات وقدر يفوس فيها النادي أهل 2-0 وده هتعتبر أول مباراة لجو ميز ديربي ما بين الأهل والزمالك جوزي جو ميز من ساعة المباراة لدي الزمالك بيلعب بطريقة لعبة واحدة إذن هنشوف الطريقة دي صعب يغير طريقة اللعبة اللي هي 4-2-3-1 تمام هو بيلعب بطريقة اللعبة دي خلينا متفقين أول نقطة أنها بإذن بنسبة كبيرة هتوبقى دي طريقة اللعبة قدام النادي الآن في حراسة المرمى نجيب التشكيل الأولاني لمعانا هللاقي في حراسة المرمى هو حتى طلع قال أن محمد صبح عنده بيلعب برجله كويس أحسن من محمد عوات فهو بيحب يبدأ به وهو الأقرب طبعا محمد صبح في حراسة المرمى يعني ده التشكيل المتوقع من وجود نظر دكتور أحمد ثابت اللي ممكن يبتدي به جوزي جو ميز مدرب نادي الزمالك وهقول لحضر لك برضو الحاجات اللي ممكن مين يدخل مكان مين قدامنا على الشاشة وفي محمد صبح في حراسة المرمى اللي اتنين المساكين بتوقع دول مفيش خلاف عليهم حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد دول أساسيين ما بيغيرش فيهم وصعب يدخل حد ممكن ما يفكرش في عوات أعتقد صبح صبح الأقرب عوات ممكن لو راح لركلات ترجيح بس الأقرب لي صبح خاصة ان هو بيعتمد عليه وهو مقتنع به الاتنين المساكين برضو حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد لا الاتنين دول عنده الأساسيين دايما هما الاتنين وعلى فكرة الاتنين دول هنعمل عليهم يعني لهم نقطة ضعف كده هقولها في نقاط الضعف يعني خلينا اتكلم معك في نقطة نقطة انت بتقول لي حمزة المسلوسي حسام عبد المجيد ممكن يدخل النهاردة محمود علاء مثلا ويطلع حمزة المسلوسي بباك رايت ويبقى على عادلة حمزة المسلوسي خاصة ان ده ما كانه صعب ليه لانه هو عنده أصلا نحية اليمين اختيارين عنده مصطفى الزناري وعنده أمر جابر وعنده حمزة المسلوسي هو من المدربين اللي هي بتعمل بوزيشن جيم بيعمله تمريرات كتير وعنده فكرة بيلعب عليها اللي هو التمرير الطولي دايما هو بيعمل التمريرات الطولية لزيزه نحية اليمين فدايما اللي بيلعبها له حمزة المسلوسي فهو مقتنع بالحتة دي ان انا جنب حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد كمان بيمر فترة كويسة يعني مستوى كان تراجع بعدين بدأ يزيد تاني حسام عبد المجيد اللي هو المساك التاني اللي جنب حمزة المسلوسي نحية اليمين مصطفى الزناري او عمر جابر اقول لحضرك ايه الفرق ما بين ليه يعني احنا لو شفنا في التشكيل يوم الجمعة مصطفى الزناري ليه مصطفى الزناري هو احمد فتوح طاير طول الوقت فبيبقى محتاج باك يقف مع الاتنين كانوا بيلعب تلاتة وراء سبتي كانوا بيلعب تلاتة برافع الحلق يعني نفس الكلام اللي هو بيلعب تلاتة وراء اللي هو مصطفى الزناري وحمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد واحمد فتوح طاير ده ممكن لو هو ايه عايز يقمن شوية او حتى بدأ بها كده المطش الاخير قدام الدخلية خاصة ان يفتوح عنده النواحي او النازع الهجومية على طول اه مستمر مستمر بالنسبة 80-90% فممكن مصطفى الزناري واقف ممكن مصطفى الزناري وعمر جابر برضو الاداء اللي عمله هنستعرض الحالات دلوقت في الشروط التاني هجوميا ممكن لو النادي الاهلي جاب جون ان شاء الله بدري ممكن النادي الزمالك يفكر ان هو عايز يغير بسرعة فهينزل مثلا واحد زي عمر جابر فدي الاحتمالات الموجودة اما نحية الشمال بالتأكيد احمد فتوح جاهزيته ان هو اداله 60 ديال في المطش اللي فات فبنسبة كبيرة جدا هو اللي هيدم اعتقد ما عندوش باكليفت غير احمد فتوح اه لعنى ابراهيم انضاي مصاب عبدالشافي مصاب عبدالشافي مصاب وعمر جابر هو اللي ممكن يروح كباكليفت اه بس مش عادلته لكن فتوح هو الاقرب في الحتة دي اه ده بالنسبة للاربع اللي في خط الدفاع اذا مصطفى الزناري او عمر جابر حمزة المسلوسي حسامة عبدالنجي استعرضينا التشكيل لو سمحت سامير عكاشة مخرجنا النهاردة عشان دكتور احمد سبت بيتكلم عشان يبقى واضح قدام الاستادة المشاهدين او احمد فتوح الاتنين اللي في وسط الملعب دونجة اللي عامل اداء كويس وكان عامل أسست ممتاز في مبارات الداخلية وجنبه محمد روقة محمد أشرف روقة دول الاتنين الارتكاز ليه روقة؟ لان هو هيبقى عايز يأمن اكتر عايز قدرات دفاعية اكتر قدام النادي الاهلي وهقول لحدك على الحل التاني عايز اتنين ستة اتنين ستة او روقة تمانية يعني بيزيد شوية اداء ممكن تقول ان هو ستين في المية هجومي واربعين في المية دفاعي بس الاتنين بيمتازوا بالنواحة الدفاعية برضو طبعا تكلم على دونجا مش زي ما تخط عبدالله السعيد مثلا جنب دونجا اه اتنين ستة تحديدا عبدالله السعيد بالتأكيد هيبدأ بيه رقم 10 احمد سيد زيزو بيبقى نحية اليمين وبيبقى فاتح الخط دايما هتلاقيه معلق في ظهر معلول طول المطش احمد سيد زيزو مصطفى شلبي نحية الشمال وده واحد من الاوراق برضو الاساسية عنده ان مصطفى شلبي نحية الشمال وفتوح جابها قوي جدا قدام ناصر منسي المهاجم فده الفكر هات التشكيل التاني هقول له حلق الجزير ممكن يبدأ ولا ناصر منسي بعد ما احرز هدفين ماشي في شكل كويس معهم الديبي بدأ يثبت اقدامه ولا ممكن يعتمد على الخبرات يقول ان الجزير النهاردة لعب مباراة اهل وزمالك فممكن يروح لحطة الخبرات ولا هو كمدرب جديد هو شاف اللعبة مين اللي ماشي كويس في فترة اللي فاتت هو كمدرب هو لسه جاي جديد فاكيد هو شايف لعيبة معينة هي اللي بتطبق له فيك رو لسه بيحاول ان هو حتى اللي هو اللعيب اللي جاي من محمد شحاتة اه لعب طلاع الجيش لعب طلاع الجيش ما ممكن يدخل مثلا في وسط الملعب جنب دونجا اه بس هو لما لعبه في الاسماعيلي خرجه بدري اه فصعب ان هو حتى بقاله ماتشين ما بيبدأش فصعب ان هو الارب روء بصوا حدق دي التشكيلة التانية اللي هو احنا حطينا عمر جابر نحية اليمين اه وجنبه حمزة المسلوسي حسام عبد المجيد وفتوه مكان الزناري مكان الزناري اه وشلت منها اه احطيت اطلاع المباراة اه ممكن اثناء المباراة لو الزمالك تأخر هو دايما بيعمل كده اه لكن ممكن التغييرة لو تأخر بيحط التغييرتين عمر جابر عنده النازع الهجومية زيادة زيادة وعبدالله السعيد ينزل ستة ونصر مهر يبقى صنع علعاب وعنده برضو اوباما وعنده اكينولا سامسن اكينولا دي الاوراق اللي هي تحس ان هو ما بيغيرش ما بينهم اللي هو انت عندك دونجا عندك عبدالله السعيد عندك نصر مهر اه ومصطفى شلبي وزيزو الخطورة هنا نستعرض الحالات مع بعض ونشوف اول حاجة نجيب اول حالة معنا حقول له حضرتك